موسيقى عزائي المشاهدين مرحبا بكم في نشرتنا الجوية الظاهرة الجوية لميزة تقس اليوم والبارح هي تواصل هبوب الرياح قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث كانت مثيرة للريمال والأتربة الشيء ليسهم في تراجع مدى الرؤية الأفقية درجات الحرارة زادة عرفة انخفاض تراوح بين 24 و29 درجة في المرتفعات والمناطق الساحلية في تونس العاصمة كانت في حدود 29 ببقية الجهات تراوح بين 28 و33 درجة وبلغت محليا في الجنوب 38 درجة مع ظهور الشيلي أحوال التقس نزيد ونشوفوها من خلال سوى القمر الاستناعي كانت هناك سحب عبره في أغلب مناطق البلاد وكانت بأكثر كثيفة في الجنوب الليلة ثم إمكانية نزول أمتار مؤقتة رعدية ومتفرقة في الوسط والجنوب درجات الحرارة باش تتراوح بين 16 و21 درجة في الشمال والوسط في الجنوب باش تتراوح بين 19 و23 وتوصل بأقصى الجنوب 26 درجة غدوة إن شاء الله درجات الحرارة باش تزيد تعرف انخفاض ويكون التقس ملائم من النزول أمتار مؤقتة رعدية في الشمال الغربي والوسط والجنوب نجد 28 في زغوان 27 في تونس 26 في نابل بن زرد 25 26 في بيجا وجندوبة 27 في السليانة 25 في الكيف 20 في القصرين في سيدي بوزيد 24 في القروان 26 24 في سوسة المستير والمهدية 22 في سفاقس 23 22 في جيبس 24 في مدنين وتطوين 25 في الرمادة تكون في حدود 33 في برج الخضرة 24 في كبلي 27 في توزر و24 زادة في قفصة فيما يخص الملاحة والصيد البحري ثم إعلام برياح قوية الإعلام هذا يخص شرق تونس وخليج جيبس والريحة تكون من القطاع الشمالي وتوصل سرعتها لـ 33 عقدة في خليج تونس الريحة تكون شمالية غربية سرعتها تكون بين 15 و25 عقدة والبحر يكون مضطرب في خليج الحمامات الريحة تتحول إلى شمالية شرقية سرعتها تكون بين 20 و30 عقدة وتتجاوز مؤقتاً لـ 40 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون شديد الاضطراب في خليج جيبس ومنطقة الشابة وجربة تتواصل الريح زادة من القطاع الشمالي الشرقي سرعتها تكون بين 25 و30 عقدة وتتجاوز الـ 40 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب درجة الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية نوقشت 37 28 في الدار البيضاء 24 والتقس يكون صافي في الجزائر الريباط 28 تقس ممتر في ترابولس توصل 26 القاهرة 39 المدينة المنورة 42 37 درجة بمكة المكرمة الدوحة 39 39 زادة في أبوظبي الكويت 41 ديمشق 34 27 في بيروت عمان ثم شوية سحب 33 43 في بغداد والقدس الشريف 31 درجة بالنسبة للبلدان الأوروبية اسطنبول 19 موسكو 15 فيانا 23 مع بعض سحب 29 في أثينا 28 في روما أمستردام 21 برلين 20 وكوبنهاجن 17 درجة مع شوية سحب لندن تقس ممتر 18 بيريز 23 ستوك هولم 12 جناب 22 بروكسيل 20 تقس صافي في مرسيليا تصل لـ 27 درجة 27 زادة في مدريد والأشبونة 28 مع بعض السحب التوقعات الجوية ان شاء الله ننهارات الجاية ننهار 3 درجة الحرارة باش تزيد تعرف انخفاض تتراوح بين 22 و 26 درجة في الشمال والمرتفعات والمناطق السحيلية الشرقية وتكون بين 30 و 30 درجة في بقية الجهات ثم شوية سحب في أغلب مناطق البلاد وتكون بأكثر كثيفة في المناطق الشرقية الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ومثيرة لدواوير رملية بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال ومثيرب بالسواحل الشرقية انها لربعة درجة الحرارة باش تعرف ارتفاع طفيف ثم شوية سحب عبره في أغلب مناطق البلاد الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات باش يتواصل البحر في الشمال قليل الاضطراب وباش يكون مضطرف قليل الاضطراب ببقية السواحل اوقات الشروق والغروب الشروق حول الله هدو يكون على الساعة الخامسة وحداشن دقيقة والغروب على الساعة السابعة وواحد وعشرين دقيقة مزيد من المعلومات والارشادات تزوروا الموقع الخاص للمعهد الوطني للرصد الجوي تروا www.2.2 تبعثوا ارسالات قصيرة ولا تتصلوا بالموزع صوتي 88 40 أربع أسفار نشكروكم على حصن المتابعة وللتكم زينة اشتركوا في القناة